صرح وزير الخارجات السعودي فيصل بن فرحان أن القمة العربية الإسلامية تطالب بتحقيق جنائي دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي أضف بن فرحان في مؤتمر صحفي لدى ختم أمل القمة العربية الإسلامية بالرياض أن المشاركين طالبوا المنظمات الدولية بضرورة القيام بدورهم وكذلك بالتوقف عن ازدواجية المعايير التي أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ قائمة من انتهاكات القانون الدولية اجتمع القادة العرب والمسلمون في قمة مشتركة بين جامعة الدول العربية ونظرة التعامل الإسلامي لإرسال رسالة موحدة أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وقد اتمد القادة بيانا يحتوي على عدة نقاط منها العمل على كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قواف المساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والأقود إلى قطاع بشكل فوري كما تطالب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل وكلفت الأمانتين إنشاء وحدتين رصد إعلامية لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللا شرعية واللا إنسانية كما كلفت لجنة مشكلة من عدد مزراء الخارجية ضمنها المملكة العربية السعودية بصفة رئاسة القمة العربية والإسلامية وكلا من الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين للعمل على نقل موقف القادة إلى المجتمع الدولي والإسراع والتعجيل بإنهاء هذه الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية والدفع نحو عملية سلام حقيقية تؤدي في نتاجها إلى قيام الدولة الفلسطينية ذات سيادة على أراضيها ضمن المبادرة العربية للسلام